مع تكثيف حملة التلقيح ضد فيروس كورونا حول العالم، تواجه أفريقيا مشكلة النقل والتخزين الآمن لتلقيح السكان في المناطق النائية التي يصعب الوصول إليها. ولكن قد يكون لتلك الأزمة حلاً، الطاقة الشمسية. كل بوكس عبارة عن ثلاجة تعمل عن طريق تجميد الماء داخل الألواح الداخلية المملوئة به للحفاظ على درجة حرارة منخفضة. تعمل بالطاقة الشمسية لتوفر طاقة ميسورة تكلفة. الآن يمكن استخدام تلك التكنولوجيا في تخزين لقاحات فيروس كورونا. مثل لقاح أسترزانيكا التي تتطلب درجات حرارة تتراوح من 2 إلى 8 درجات مئوية. يتمثل نهج الشركة في بيع تكنولوجيا طاقة الشمسية بتمويل الدفع أولاً بأول، للذين لا يستطيعون تحمل تكلفتها مسبقاً. وفي المواقع التي تكون فيها الطاقة إما غائبة تماماً أو لا يمكن الاعتماد عليها، مثل بعض الجزر في ساحل العاج. اللقاحات بدأت تدخل بلادنا في أفريقيا، فتلقت للتو السنغال وساحل العاج اللقاحات الأولى، وتحتاج إلى سلسلة تبريد صارمة. وإذا لم يكن لدينا أو إذا كانت الإدارات المعنية ووزارات الصحة لا تتبع منطق سلسلة التبريد الشديدة، فمن الواضح أن الأشخاص الذين يعيشون في المناطق النائية لم يحصلوا على اللقاحة. القائمون على هذه التكنولوجيا قالوا أن هذا الابتكار سيمكن أفريقيا قطع شوط طويل في التغلب على إحدى العقبات الرئيسية في طرح اللقاحات والسيطرة على انتشار الفيروس. رشخيات العربية